أكد وزير الخارجية سمح شكري على ضرورة امتثال إسرائيل للتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال من خلال فتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل والقطاع وتحقيق النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والإغاثية وبشكل آمن ودون عوائق إلى قطاع غزة وخلال اتصال هاتفي مع كبيرة منصق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة أكد شكري على أهمية قيام إسرائيل باحترام وحماية العاملين في المجال الإنساني وعدم استهداف مقرات وكلات الإغاثة الدولية فضلا عن ضمان وصول وحرية تنقل أتقم الإغاثة في قطاع غزة هذا وشهد الاتصال التأكيد على ضرورة توفير الظروف الآمنة لدخول المساعدات الإنسانية من معبر رفح وإنهاء العمليات العسكرية في محيط المعبر كما تم التشديد على ضرورة توفير المناخ الآمن للعاملين بالمجال الإنساني لاستلام وتوزيع المساعدات الإنسانية لسكان القطاع